إذن مشاهدين سباق الفضاء الذي جار بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي منتصف القرن الماضي يعود مجدداً الشركة الروسية للأنظمة الفضائية روسكوسموس تقول إنها أصبحت تمتلك عشرة أقمار صناعية لغرض استشعار الأرض روسكوسموس تقول إن هذه الأقمار الصناعية تنقسم إلى خمس طرازات مختلفة وتوفر جميع أشكال التصوير الضوئي للأرض حتى التصوير متعدد الأطياف الأقمار العشرة المعلن عنها لا تشمل مركبة فضائية أخرى تحمل اسم إيست إثنين دي وذلك لأنها مملوكة من قبل مركز الفضاء بروجرس لتطوير الأقمار الرصد الروسية اعتزاماً مع خطة أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين تتطلب زيادة قدرات الأقمار في البلاد سواء كانت للاتصالات أو للملاحة أو حتى للأغراض العسكرية لذلك أعلن وزير الدفاع السيرجي شويغو عن إنشاء أجهزة فضائية عسكرية حديثة لا زالت في طور التجهيز ولكن روسيا لا زالت بعيدة عن منافسها التاريخي الولايات المتحدة التي تمتلك خمسين مركبة فضائية كبيرة إلى جانب مائة وخمسين قمراً صغيراً مخصصاً لمسح الأرض وتعد الصين أكثر الدول الامتلاكة للأقمار الكبيرة بأربعة وثمانين قمراً صناعياً يدور حول الأرض مشاهدين في المجمل أربعمائة وثمانية وثلاثين قمراً صناعياً متخصصة في استشعار ورصد الكوكب عن بعد هذا بالطبع من دون الأقمار المخصصة للأغراض العسكرية ترجمة نانسي قنقر